رغم جهود الوساطة الفرنسية لنتعي فتير التوتر بين طهران وواشنطن إلا أن طهران تقابل ذلك باعتقالات متكررة لباحثين فرنسيين مصادر رسمية فرنسية أكدت أن طهران تحتجز منذ يونيو الماضي الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي يعمل في معهد الدراسات السياسية بباريس الخارجية الفرنسية أدانت بشدة احتجاز طهران للباحث الفرنسي وطالبت بضمان الحماية القنصلية لمرشال مشيرة إلى أن قنصل أفرنسا هناك التقى الباحث وتواصل معه احتجاز مارشال تزامن مع احتجاز الحرس الثوري في يونيو الماضي الباحثة الفرنسية فريبة عدلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية وتعمل أيضا في معهد الدراسات السياسية بباريس حيث تم إيداعها سجن إيفين شمال طهران بتهمة التجسس طهران من جانبها لم تعلق في أمر احتجاز مارشال لكنها في وقت ثابق بيّنت موقفها الرافض لدعوات باريس المطالبة بالإفراج عن فريبة ووصفتها بالتدخل في شؤون إيران الداخلية نبال النعيمة الحدث